لا بكرة مباراة صعبة زي ما انت قلت فعلا صح نمرة واحد صعوبتها بتيجي دايما مباراة الكقوس بتبقى مليئة بالمفاجآت ليه يا كابتن؟ ليه دايما بنقول هذه الكلمة؟ ليه دايما بنقول ان مباراة الكقوس تحديدا هي اللي مليئة بالمفاجآت؟ مما الدولي مليئ بالمفاجآت برضو لا دايما بطولة الكاس عشان بطولة صغيرة وصيارة فبتدي طموح لكل فريق انه ممكن يكسبها صح 3-4 مطشات تكسب بطولة من هنا بيبقى نسبة التركيز بتاعة الفرقة بتزيد قوي حتى الصغيرة حتى الفرقة الصغيرة دا الفرقة الصغيرة بتبقى اكتر اكتر تركيزا اكتر تركيزا لان برضو بيبقى قدامه هدف يقول لك انا دا انا مطشين وممكن اوصل فينال صح من هذا المنطلق نفس الدوافع بتبقى المفروض عند لعبة الناد الاهلي وعند الناد الاهلي الاهداف بتاعتنا لازم نحققها وايه هي الاهداف الفوز بالبطولات وبإذن الله بطولة من ماتشين يا بكرة بإذن الله ربنا يكرمنا ونكسب حيبقى فالفاينال وتاخد بطولة تفتتح بيها الموسم الحالي فرقة امبي من الفرق برضو اللي مش وحشة فرقة كويسة عندها مدرب كويس ماجد مصطفى على فكرة تامر مصطفى من المدربين انا عشان بتابع الماتشات كلها لأ من المدربين اللي هو شاطر وشاطرته جاي منين ان هو عارف امكانيات اللعيبة بتاعته وعارف امكانيات الفرق اللي هو مسكها فبيلعب على قد هذه الامكانيات بيحاول ان هو يمشي الماتش اي ماتش هو بيلعبه في حدود امكانيات لعبته ماتش بكرة مباراة صعبة هتفضل صعبة طول ما احنا ما جبناش اجوان جون هدف بدري لو جبنا هدف بدري خلص الموضوع هيخلص والدنيا هتبقى اسهل هو مش هيخلص بس الدنيا هتبقى اسهل ليه؟ لان المفروض فرقة امبي حتهاجم هيكون فيه مساحات هنقدر رايحنا نستغلها بالسرعات اللي عندنا عند لعبتنا بالذات في التلت الهجومي والناس الاربع اللي بيلعبوا قدام فنتمنى بكرة باذن الله من اول دقيقة ان احنا نقدر نجيب هدف مبكر عشان يريحنا ويريح جمهورنا باذن الله الأهل يتلفى مثل هذه المفاجآت ازاي بما ان المباراة الكاسa هي مباراة المفاجآت كيف يتلفى نجي للأهل هي هذه المفاجآت انه يكون هناك نمرة واحد التركيز بدرجة عالية جدا من اول دقيقة نمرة اثنين انه يكون عندك تنوع في الاداء الهجومي بتاعك بمعنى ايه تنوع في الاداء الهجومي نجي أهلي عنده كل المفاتيح اللي تساعده انه هو في النواحي الهجومية ينوع من الأداء الهجومي بتاعهم من عن طريق الأجناب من عن طريق العمق من عن طريق التزديد من خارج منطقة الثمنتاشر عنده كل المقاومات وعنده كل اللعيبة اللي عندها الإمكانيات اللي تقدر تعمل هذا الكلام فإزاي أن أنت تخلخل دفاعات الفرقة اللي أنت بتلعب قدامها ومعنى أن أنت تخلخل دفاع الفرقة اللي أنت بتلعب قدامها إزاي لو أنا عايز أختارك من العمق بدايتي ما تبقاش من العمق بدايتي تبقى من الأطراف لو عايز أخترق من على الأجناب أبتدي من العمق وإزاي أطلع القرى برة وأبتدي أخترق من على الأجناب عشان أتفادى التكتل الدفاعي وبرضه من أحد الحلول أن أنت تتفادى أي تكتل الدفاعي حيتلعب قدامك وده منتظر من فرقة أمبي بكرة التزديد من خارج منطقة الجزاء وعندك اللعيبة اللي عندها إمكانية التزديد فلازم نستغل هذا الكلام يبقى التنوع في الأداء الهجومي رتم اللعب يكون سريع لأن النادي الأهلي من على مر التاريخ وعلى مر الأجيال ليه رتم في اللعب ورتمه دايماً بيبقى أسرع من أي فرقة بيلعب قدامها على المستوى في الدوري المحلي لو الرتم ده قل شوية بيتساوى مع الفريق اللي هو بيلعب قدامه فأنا أتمنى رتم سريع تركيز من أول دقيقة تنوع في الأداء الهجومي زي ما قلت عن طريق الاختراق من على الأجناب أو من العمق أو التزديد من خارج منطقة الجزاء أهم ما يميز فريق أمبي يا كابتال بيبقى أن حالك شفت الأسبوعين الأولين بشكل جيد يعني بيلعبوا على قد إمكانياتهم هم عارفين إمكانياتهم بالضبط طبعاً لو حنحط فرقة لعبة النادي الأهلي في كفة ولعبة النادي أمبي في كفة لا ما فيش مقارنة الفرقات الفنية حتيجي حتصب في مصلحة لعبة النادي الأهلي سواء كانت الفرقات الفنية دي فردية أو جماعية كل ده في مصلحة النادي الأهلي ولكن فرقة أمبي عارفة إمكانياتها وبتلعب على قد إمكانياتها بكرة هم هيبتدوا المطش أنا يعني بنسبة 90% من خلال برضو رؤيتي لفكر المدرب بتاعهم تامر مصطفى ومن خلال الماتشين ومالعبوا قدام الداخلية وقدام طلاع الجيش خسروا من الداخلية وعملوا شوت تاني كويس جدا ولكن خسروا ضيعوا جوان كتير الشوت تاني عملوا هايل ومع طلاع الجيش اتعادلوا متالي خلص درون خلص درون فهو بيلعبوا على قد إمكانياته هو يلعب زوم من نص الملعب حيبتدي الوقت هو بيلعب كل لما الوقت بيعدي ما يجيش فيه أهداف حيبقى نجح ليه بالنسبة له وبالنسبة لنا حيبقى ضرر لنا وبينك يا كابتن برضو الفرق اللي بتلعبك دايما من نص ملعب ما بتبزلش مجهود كبيري لكن مجهودها أقل من الفرق يعني اللي بيلعب في التسعين متر أو المائة وعشرين متر بتوع الملعب من تسعين إلى مائة وعشرين يعني بتلعب في الملعب كله فأنت مطالب بمجهود بدني أكبر طبعا لكن الفرق اللي بتلعب في نص ملعبها بس أعتقد بتبقى الجهد البدني بنسبة لها أقل لأنه هو بيستخدم المجهود المخزون البدني عنده في النواحي الدفاعية بنسبة أكبر صحيح يعني تمانين في المية بيبقى في النواحي الدفاعية وعشرين في المية في النواحي الهجومية لو قدر لو مقدرش ما فيش مشكلة إنه أهم حاجة أنه ما يجيش فيه جون بدر مزبوط فعشان كده البداية بالنسبة لنا هتبقى مهمة جدا رتم اللعب السريع من أول ديئة مش معنى كده أن احنا هنلعب الماتش كله برتم سريع مزبوط شوية ممكن بعد كده شوية الدنيا بيبقى فيه احتفاظ بالكورة ونقل الكورة والناس تاخد نفسها وبعدين نبتدي نضغط ونلعب برتم سريع تاني لأن الرتم السريع مش هيدي فرقة أمبي ارتياحية وهم بيدافعوا مش هيقداروا لو قدروا خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة لا مش هيقداروا والتحرك بدون كورة يعني إزاي برضو إحنا نتحرك من غير كورة مش اللعيب اللي معاك كورة نقف نتفرج هو حيتصرف إزاي لأن نبتدي نتحرك وناخد أماكن فاضية في المساحات الفاضية بحيث إن إحنا نسهله عملية التمرير وزي ما قلتلك نعمل عملية خلخلة لدفاع فرقة أمبي لأن إحنا مثلا لما بتيجي بتلعب الكورة لمحمد هاني ناحية اليمين الدفاع بتاع فرقة أمبي إيه اللي بيحصل فيه بتحرك إزاي كله بيجي بتحرك كده إزاي أنا جيبه كده عشان ننقل من هنا وبعدين أغير من الجنب التاني وفضل المنطقة دي واخترق من هنا بقى بسرعات وبسبرنتات والرتم يتغير هو ده شغل المدرب ده شغل المدرب صحيح ودايما شغل المدرب الهجومي بيبقى أصعب من الشغل الدفاعي الشغل الدفاعي أسهل بكتير